كابتل عبد الحميد السؤالة هو ببساطة هل حد امتى هنعيش الايام دي؟ طبعا احكي احكي موقف يلخص الاسر ارجوك رحت مرة نلعب مباراة ودية مع منتخب بلجيكا بلجيكا منتخب مصر باللعب بلجيكا فوزعوا علينا كتيب كتيب ده في فترة اعداد للمنتخب البلجيكي لمدة اربع سنوات بكل الارتباطات حتى الارتباطات اللي هي بعد سنين محطوطة الخانة بس فاضية بتتشكل بعدين انما نظام محطوط بتمشي علي المدرب مشي مدرب راح الناس المسؤولة راحة جت النظام بتمشي علي انا عايز اعرف ايه النظام اللي احنا بنمشي علي ايه النظام اللي احنا فاساسا المفروض الاتحاد بيحط نظام الكل بيمشي عليه مدرب يمشي عليه أي حد يمشي عليه من تحت من تحت الفوق إنما اللي إحنا بنشوفه ماشيين بالقطع وماشيين بالزق وحسب بقى النتائج طيب النهاردة هل إحنا اتخضينا النهاردة أن المنتخبنا خرج لا ما اتخضناه ليه لأن التلات مدشاط الأولانيين إحنا طبعا معاك كنتنا بنقعد زي ما أنت قلت بندعم و بنساند لأن ده حق المنتخب علينا وحنفضل داعمين ومساندين للمنتخب في جميع الأوقات بس لما يبقى فيه خطأ بنقول فيه أخطاء التلات مباريات مرضودنا الفني فيهم كان ضعيف جدا جدا وعلى المستوى الدفاعي زي ما أنت قلت احنا داخل فينا في تلات مباريات اللي هم في مجموعات ست أهداف ده معدل كبير جدا جدا يوريك مدى الأخطاء الكبيرة اللي ما بتتصلحش يعني المفروض تتصلح تيجي عن مباراة النهاردة المفروض اتعلمت من دور المجموعات الأخطاء اللي انت كتير واعطي فيها فتيجي النهاردة برضو تيجي انت كشغل كمدير فني مش لاقي منك حلول ولا ابتكار انت بتخرج مركز بمركز وتحط سين مع صاد مكان صاد يعني ايه الحلول اللي انت خلقتها عشان تدينا شكل هجومي كبير لا مفيش ايه الحلول اللي انت عملتها بحيث ان احنا نخلق لنفسنا احنا عدنا زي ما انتا شايف كلنا انا وحضرتك كابتر محمد وكل الناس اللي موجودة في الاستوديو كنا بنتمنى نوصل لضربات الجزاء علشان كان عندنا امل في ابو جبل وفي لعبتنا ان احنا نحن نعدي ماتش زي كونغو ده لا انا معاك انا ماتش زي كونغو ده احنا كنا بنخشه وبينقول ايه انا جماعة هو ماتش سهل بس لازم لعبتنا تركز عارف الجمل ديت اللي هو ماتش سهل بس اللي عايز لعبتنا تركز كنا نخش ناكسه وماتش ده اتنين وتلاتة واربعة مرتاعة ايه اللي بيحصل في الدول انا بقول لحضرتك فبالتالي لما نيجي نكال عارف ايه اللي هيحصل بعد كده بعد شوية احنا هنقعد نتكلم وعن نشغل يوموند ونشغل ونزعل حييجي شغل الدوري شغل الدوري بسرعة ايوه ليه؟ عشان ننشغل في الاهل وفي الزمالك وفي الدنيا وبتاعه والدنيا والحكم ده بلنما الحلول فين؟ ايوه احنا عايزين حلول للرياضة المصرية احنا بقى منتخب اليد عندنا النموذج المشرف صح اللي بقى بالنسبة له بطولة افريكا ديت بطولة عادية احنا بقينا دلوقتي بطولة العالم بالنسبة لنا هي الامل بيلعب عليها طول ما هو داخل بيلعب لان هم اشتغلوا صح وحطوا نظام صح فاحنا بنتمنى بنتمنى ان احنا نشوف الغلط فين ونصلحه الغلط في كل المعنة انت قلت كلمة حلوة قوي اللي بيجامل يبطل مجامل ايوه واللي بينافق يبطل نفاق وصاحب الكفاءة اللي يبقى موجود من صاحب الحب وصاحب المصلحة وصاحب الشخص اللي فلان وعلان اتمنى اتمنى ان احنا نخلص لوطننا في الرياضة